بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تازين العزيز الرحيم لتوجر قوما ما مدرى باؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلا الأبقال فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من ابتبع ذكرى خشي الرحمن بالعين فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاه المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئيا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لأنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمن بزر لا تولي عني شفاة شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنسل على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيه يستهزعون ألم نروا كم أهدكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإيا كل لنا جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحليناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيد وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته عيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر وللليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها حملا ذريتهم في الفرق المشعون وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل أمتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنا معرضين وإذا قيل لهم ننفقوا بما رصفكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعه من لو يشاء الله أطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون بتاذ الوعد إن كنتم صادقين ما ينسرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلها فاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مدكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم لما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستمقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره نركسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وبرآن مبين ليهذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا ما لهم فبنا ركوبهم وبنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الآيانية لعلهم يهصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود مخضرون فلا يحزو كقول إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من متفد فإذا هو خصيم نبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وين يرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا آتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون